في الوقت هنروح لليند عشان تطمننا على حالة تقس درجات الحرارة المتوقعنا تصدل لليند لست طبعاً ما زالت درجات الحرارة وانخفضها ده كويس تعالوا نشوف التفاصيل تصدل هيئة الأسطات الجوية بتتوقع أنه النهاردة التقس هيكون مائل البرودة على القهرة الكبرى والوجه البحي والسواحل الشمالية والشمال الصعيد وهيكون دافي على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بالليل الجو هيكون شديد البرودة على الأنحاء كافة هيصل لحد السقي على وسط سيناء وفي النهاردة شبورة مائية كثيفة ممكن توصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد وشوائب علقة نهاراً على السواحل الشمالية والوجه البحري والقهرة الكبرى وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد خلونا دلوقتي مشاهدين نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة وهنبتديها كالعادة من القهرة بتسجل العظمة في القهرة 18 والصغرى بتسجل 9 الإسكندرية العظمة 17 والصغرى 9 مرسمة روح العظمة 17 والصغرى 9 سيوى العظمة 15 والصغرى 8 بول سعيد العظمة 18 والصغرى 9 ضمياط العظمة 18 والصغرى 11 الإسماعيلية العظمة 19 والصغرى 10 والسويس العظمة 19 والصغرى بتسجل 11 هنروح العريش العظمة فيها 16 والصغرى بتسجل 10 سانت كاترين العظمى 12 وصغرة 2 ودي أقل صغرة معنا النهاردة طابق العظمى 17 وصغرة 9 شرم الشيخ العظمى 23 وصغرة 14 الغرداء العظمى 22 وصغرة 14 الفيوم العظمى 17 وصغرة 7 بن سويف العظمى 17 وصغرة 7 المينيا العظمى 18 وصغرة بتسجل 6 هنروح لأسيوت العظمى فيها 18 وصغرة بتسجل 6 سوهاج العظمى 19 وصغرة 9 قناء العظمى 20 وصغرى 9 لقصر العظمى 24 وصغرى بالسجل 10 أسوان العظمى 25 وصغرى 11 الوادي الجديد العظمى 23 وصغرى 7 شلاتين العظمى 25 وصغرى 15 وأخيرا حلايب العظمى 23 وصغرى بالسجل 16 دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدين دلوقتي هنرجع للشازلي ودينا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر إذاكم شكرا لكم